السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولتا هنشوف ازاي نتعامل مع العناصر انا عايز نتعامل مع العناصر باجي هنا object وابدأ اخطار الحاجة اللي انا عايزها كل الحاجة اللي نسم معنا فلنونا هنتكلم على البيبل وهاجي هنا وابدأ اضيف شخص مثلا سري دي وليكن مثلا الشخص دوت تمام فتقدر تنزل شخص اهوت او ممكن تنزل او ممكن تنزل ماس بلسمنت اوهوت بعسي بل فيه اكتر من شخص وتبدأ بعد كده تتحكم في عدد الاشخاص اللي موجودين ال direction بتاعهم ممكن تعملها random direction كل واحد في اتجاهة بشكل مختلف نوع من انواع الطبيعية random spacing تمام يبقى بش لازم مسافات بينهم متساوية random offset from line المسافة اللي بينهم وبين الخط يبقى كده في نوع من انواع نمع وقفين براحتهم شوية تمام وممكن تقوله force high on landscape طيب وممكن تضيف شخص اخر ومفع ان انت تتغير وتختار شخص مختلف زي ما انت عايز placement يبقى فيه اكتر من شخص موجود هنا بالاخرى تقوله الموافق ممكن تقوله custom placement وتبدأ تختار حاجة بالشكل دوت تمام يبقى موجودين بالشكل دوت وتقدر طبعا تتحكم فيها دلوقتي انا اعمل select خليني مثلا اختار شخص ما خليكم مثلا الراجل اللي دوت تمام انا اخترت الراجل دوت فبيبدأ يجيبلي المعلومات عن الشخص ده ممكن اقفله بحيث ان ما قدرش حد يحرق فيه ممكن اقوله select two or more object to group حيث ان انا اقدر اعمل select مثلا على شخص ده ونعمل group بحيث ان احنا عندما نحرق او اي حاجة كلهم مع بعض في حاجة واحدة مش منفاصلين حتى ما تجد اعمل select ما بققاش كل واحد لوحده لا بقى هم كلهم مع بعض تدف تقوله edit group وتدخل جواب group ungroup زي ما انت عايز تروح مسايفه برا المشروع طيب ممكن نقوله دلوقتي انجروب تقدر شخص تحطه على اي layer الليرات موجودة هنا ومثل الليرات ان انا قادر اصفي مثلا layer معينة فالشغل يقل افتح الليرات ثاني ممكن تعمل layer معينة وتحط الراجل ده على اي layer انت عايز ممكن تتحكم فيه color تمام انت عايز فيه ملون ولا بش ملون طيب هنا هتلاقي فيه مجموعة ادوات كواسة جدا replacement selection فتقدر تغير التحديد تخلي مثلا دوت تمام بحيث ان انت بتعمل حاجة في الخليج فتقدر تختار حاجة بشكل دوت ومديك عدد العنصر اللي انت مختارها طيب انا ده مختار دوت ممكن اقول له ايه فاين وايجي هنا هقول له في يبدو يقول لي شخص ده موجود هنا في رقم 4 فتقدر تختاره وتضع عنصر تاني منه مثلا في هنا تمام لو انت حب ممكن تعمله دريد طيب انا مش عايز اعمله دريد انا عايز اعمله select واجه هنا اقول له select all id objects تمام ممكن يكون الشخص ده موجود اكتر من مرة وموجود اتناشر مرة فقال لي الاثناشر مرة همت فتقدر تعمل select وتغيرهم كلهم مرة واحدة بالشخص دوت احنا غيرنا اتناشر عنصر او اتناشر شخص في باحثة واحدة بعد كده هقول له اوكي فقال لي نعمل select عليه ولا هنا حاجة تانية select all object in the same category لازم يكونه في الكاتوجري نفسها هنا بيعمل ايه للعنصر نفسه طيب لو احنا قلنا له كده في الكاتوجري احدد كل الاشخاص اللي موجودين في المكان يعني مش الشخص ده بس لا كل الاشخاص فعمل select كم شخص لاثنين وتسعين شخص فقال كلهم تغيرهم مرة واحدة طيب طيب دول كده انا عمل عليهم select فلمش هو كل هقول له random position يعني انا بنزل الناس كتيرة وكلهم في مكان واحد حاس ان انا بدأ منهم فقال له random فيبدأ يعمل لي random لهم ويوضحهم لي بالشكل دوت طيب طيب انا هلغي طيب ممكن تعمل select مثلا على شخص معين هو دوت اعمل select على ال 92 شخص طيب لو انا عايز اعلق select هقول له ده select قول وابدا اعمل select على العنصر مثلا زي دوت طيب هنا انا ممكن اختار مثلا نعمل select على ده وده وده طيب وأقول له انا عايز تعمل لي random rotation طيب هما كلهم في نفس المكان بس بيلفوا زي هما عايزين random size دي بش مناسبة الاشخاص دي لو انت عندك مثلا اشجر حاجات زي كده يعني لو انا اخترت مثلا هنا واخترت مثلا من الشجر ديت ده find details natural الشجر هيت طيب فانت عندك حاجات كتير قوي فانت ممكن تعمل select لهم كلهم طيب وبعدك هتقول له انا عايز اعمل random لـ size فيبدأ يكبر لفغر بالشكل دوت طيب لو انت عايز تعمل reset يرجع كل حاجة للطبيعة بتاعتها طبعا انت تقدر تزود الشخص فهي بتاعت الانصر اللي انت عامل على select الـ green selection تزوده اه انت شابه بتاعه وهكذا الـ green selection range فتقدر تتحكم فيه لحال ما توصل له النتيجة نتائزة طيب لو انت مش حاجة تعمل select هتقول لـ an select وحاجة تشوف الشكل اللي انت عايزه وتقدر تعمل undo للحاجات لو انت مش مفاعلة طيب هابدأ اقول له مثلا الاشخاص اهود هابدأ اعمل select هلا اعمل select مثلا مع كمعنصر تانيين هلا ان انا عندي حاجة اسمها base object eventually فيبدأ اعملهم على الخط واحد بالشكل دوت هو بياخد اول واخر واحد ويبدأ يعمل خط بينهم لان انا اعملت كده وقالت له اعمل هاملي فبيبدأ اعملهم خط واحد بالشكل دوت align position بيبدأ يحطهم في نفس النقطة وبعد كده تبدأ انت تمسك واحد واحد تهرق تمام مش ينفع كلهم يبقى في نفس الخط يعني اول برنامج فيه جزء كبير جدا من الواقعية بس لازم برضو جزء بشري يتحكم في الشغل تمام ممكن تقول له align rotation فيبدأ كلهم يبصوا نفس الاتجاه على حسب اول واحد انت عامل عليه select يعني خلينا مثلا ندخل معنا الشخص هذا type وبعد كده اعمل select على دول واقول له align rotation فيبدأ يبصوا نفس الاتجاه او نفس الاتجاه اللي يبصوا عليه برسؤل Lint escape تمام طيب لو فرض مثلا واحد فيهم محضوب كده وبالغلط نزل تحت الارض كده فهتلاقي هنا عندك confirm to land escape تمام تبدأ تحرك الحركة بسيطة خلينا نقول مثلا هتلاقي هو automatic تزبطه ان هو يبقى موجود فوق الارض بالظبط تمام طيب باللاقي عندنا حاجة place on land escape و confirm to land escape وده بتحكم انت هتبقى على الشكل اللي موجود ولا وبيبان اكتر لما يكون فيه عندي ميول بيقدر تحكم فيها وعندنا هنا هتلاقي type in بيبدأ يديني المعلومات تمام وتقدر تيجي تعدل X و Y و Z يعني مثلا ده 39 خليها 52 يتنيل بشكل ده طيب تقدر تعمل zoom زي ما احنا قلنا طيب خلينا نعمل زوم مثلا اهو طيب انا عايز مثلا ان انا الف حوالين الشكل ده فبلاي عندي ال O هنا اتصار orbit فانا بعمل select وبالزرار يبين ببدأ الف وبلاحظ ان و انا بلف انا بلف حوالين الشخص فعلا طيب يعني لو انا بديس O بقى لها نفس بلف الكاميرا في مكاني عندما انا بديس O بقى لها نفس بلف حوالين الشخص وده بيديني شكل جميل كأن ده مثلا مركز الكاميرا اللي بتلف حوالين طيب لو انت بقى جاي تعمل فيديو للخاصية دي بتلاقي الموضوع بش مظبوط قوي خلينا اقول له موبي ونفهم ليه بش مظبوط طيب ما فيش لقطة تكون طيب اللي ناخد مثلا فيديو جديد بقول له record طيب ايه الفرق بين ده وده وده هنا record بيبدأ ياخد لقطات ويسجلها تمام والتاني image from file بتقول له انا عندي صور معينة وتبدأ تدخل الصور تمام طبعا بيحصل دمج بين الصور والفيديوهات من المنتج النهائي وهنا وهنا بتضيله فيديو تمام يا تقدر تدخل فيديو من دول ويبقى انت عندك هنا تقدر تدخل مشهد من قلب الشغل بتاعك وصورة خليها ناخد صورة مثلا كده من شك مثلا بيبدأ يعرض لك الصور بشكل دوت تمام طيب ممكن مثلا حط الصورة ديت كده تحط صورة كثيرة تمام هو بيقول لك هتعب كم سانية فتقول له مثلا خليها سانيتين مثلا لود اميج حمل من ده فهو هيعرض دوت ويبقى يعرض دوت وممكن تحط فيديو تاني وهكذا اخطار الكورت ومثلا هو الشخص ده اللي انا عايز اليف حواليه فهبدأ اخد اول لقطة وبعد كده هبدأ اليف بالراحة بشكل دوت وبعد كده اخد لقطة ثمان وبعد كده اخد لقطة ثمان وبعد كده هه اخليف المركز الكاد الهود حاول لا تبقى حركات كبيرة لانه سيأخد خط مستقيم من هنا الهنا فممكن تهيب مثلا كده وتاخد لقطة ثمان هود وبعد كده تعمل لقطة ثمان وتشوف الفيديو وممكن تلامسك محتاج ان انت تعدل حاجة او تقرب او تبعد فسهل جدا توقف على اي صورة وتعدل فيها زي ما انت عايز ومن هنا تقدر تختار انت عايز هذا يبقى كم فريم يعني لو خدناها مثلا على سبيل الصغر مثلا 6 فريمات ثانية 6 ثواني هتلاقيها سريعة جدا ها 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 شكرا